مرحبا مواليد برش الحمل كيف بدي يكون الأسبوع من الثانين 13 للأحد 19 شباط فبراير بهيدا الأسبوع هناك بعض الأمور الحلوية مثل العادي ونحن هلأ عم نودع فينا نقول الجزء الأول من شهر شباط فبراير يوم الأحد بيكون أول يوم بتكون الشمس موجودة برش الحوت وهون بتدخلوا انتوا فعلا بالجزء الثاني من الشهر لازم تسمعوا برشكم الشهري لتعرفوا عن شو عم بحكي كيف بدي يكون هذا الأسبوع الناشيط استغلوا بيظلوا أفضل وأسهل شوي من الأسبوع التالي منبلش مع يوم الأثنين الثانين 13 الأمر موجود ببرش العقرب وجود الأمر ببرش العقرب هو مسألة جيدة مع أنه في مربع بين الأمر والشمس لكن الأجواء بظل جيدة ومساعدة للكم وماشي الحال بتمشوا الأمور بتيسروا الأمور ومني شايفة أي سبب لحتى تكونوا مزعوجين بالعكس تماما بينما الثلاثة والأربعة يعني 14 و15 أشباط فبراير في عنا أمر ببرش ناري ببرش القوس يعني في عنا مساعدة كتير كبيرة للكم هالمثلث بين برجكم والمشتري من جهها والأمر الموجود ببرش القوس بيعطيكم طاقات كتير كبيرة وبعتبر بالتالي الثلاثة والأربعة هني آخر يومين ممتازين في هذا الشهر تصوروا قديش حلوة إلا باكن تنطروا للأسبوع التالي للأمر يوصل لبرشكم من هلأ إلى وقته الثلاثة والأربعة 14 و15 شباط فبراير هني أجمل يومين نسبيا وأكثر الأيام حظا استفيدوا منهم للمكسيموم الخميس والجمعة بيرجع الأمر إلى برش الجدي وفي عنا مربع مع برشكم من النقطة العالية فكل شي فرحتوا فيه كل شي اشتغلتوا فيه التاليثة والأربعة حاولوا إنه ما تنزعون حاولوا إنه تتقدموا حاولوا إنكم تشتغلوا من كل قلبكن ما تنزعوا هالفورة الحلوة يلي وصلتكن إلى نقطة عالية بعض التوتر موجود خميس والجمعة لكن كل شي بيقطع ما فيه سبب تكونوا مزعوجين طاقتكن لحد هلأ ممتازة بالرغم من بعض التقلبات المزاجية أو ضغوط بعض الأشخاص حتى بعض مواليد برش الحمل يمكن يكون عندهم موعد كتير مهم حاولوا إنكم تضلكون هاتين السبت والأحد الأمر موجود ببرش الدلو بيلتقوا سواء الأمر والشمس في برش عفوا الأمر السبت والأمر الأحد موجود ببرش الدلو أجواء أنا بعتبرها ممتازة بعتبرها حلوة كتير وبعتبر إنه هالمساعدة الكبيرة اللي عندكن إياها بدنا نضيف عليها كوكب سحل عم بيعطيكن سرعة في سير الأمور في تقديم الأمور بتتقدم الأمور بتمشي الأمور على زاقون ما بتكونوا إلا مبسوطين استفيدوا من هذه التأثيرات الممتازة لأنها رائعة جداً وبعتبر مواليد برش الحمل من أقوى الأبراج وأكثرها قدرة على التواصل مع الآخرين وأنتو بتكونوا نجحين خاصة مواليد 29-31 أدار أنتو الأكثر حظاً هذه تأثيرات كوكب المشتري كوكب المشتري بيعطيكن حظوظ هائلة نشيحات كتير كبيرة هذا الكوكب انتبهوا هذه المواليد اللي سكرتها ما رح يرجع يدقع بابكن هذا الكوكب استفيدوا من الطاقات الحلوة الممتازة للمكسيموم وأنتم الأكثر حظاً إذن ارجعوا سمعوا برشكن الشهري لأنه أنتو هلا على عتبة الجزء الثاني من الشهري يلي ما رح يكون هل أدى سهل أو مسهل مثل ما أنتو مفكرين إذن بس في خبر بعد لازم أقلكن إيه أنه يوم الأحد يوم الأحد كوكب الزهرة بيودع عم بيودع وبآخر حاليته عم بيودع برش الحوت لا يوصل لبرجكن فحضروا حالكن في أخبار سرع الأرجح لمواليد أول برش الحمل ليلة الأحد إلى اللقاء باي باي